ترأس المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات التحضرية لمؤتمر الأمم المتحدة والمعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الموئل الثالث الذي عقد في مدينة سوارابيا في جمهورية اندونيسيا المملكة ستشارك في وضع مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للموئل الثالث الذي من المقرر خلال شهر أكتوبر المقبل بجمهورية الإكوادور والقاء المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان كلمة نقل خلالها تحيات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة إلى المشاركين واستعرض الخطوات والبرامج التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في إطار اهتمامها بالتنمية الحضرية المستدامة مؤكدا أن مملكة البحرين تولي هذا الملف اهتماما كبيرا باعتباره يمثل أحد ركائز التنمية المستدامة في المجتمعات المعاصرة وأكد وزير الإسكانية أن تجربة الحكومة في مجال التنمية الحضرية تمتد لأكثر من خمسين عاما من خلال ملف توفير السكن الاجتماعي لمواطني المملكة والذي حققت فيه المملكة نجاحات ومقتصابات كبيرة تحققت من خلال المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدة لا شك أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع الهام يأتي في إطار مسؤوليتها الدولية التي تطلع بها في العديد من المجالات الأممية وحرصها واهتمامها بغطاع الإسكان والتنمية الحضرية بشكل خاص واليوم نستطيع القول أن مملكة البحرين قد استطاعت على مدار السنوات الماضية أن تحقق نقلة النوعية في مجال السكن والتنمية المستدامة من خلال تجربتها الإسكانية القائمة على بناء المدن والتجمعات الإسكانية الجديدة تفتح الآفاق لبناء مجتمعات عمرانية جديدة أهمها بناء خمس مدن إسكانية جديدة متوزعة على مناطق البحرين المختلفة بالإضافة إلى تفعيل العديد من بوادرة الشراكات مع القطاع الخاص وقد تم تتويج التعاون بين مملكة البحرين والموئل من خلال جائزة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مجال التنمية الحضرية والإسكان وهي الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في عام 2007 أثناء تسلمه جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد بن كيمون وتأتي هذه الجائزة في إطار وحرص وتأكيد سمو رئيس الوزراء الدائم بهمية التنمية الحضرية المستدامة